ثمانون ألف مددخل ومكون سيشرف على الامتحان التقويمي الجديد الذي أقراته وزارة التربية الوطنية بديلا عن امتحان السانكيام الرسمي ورغم أن الانتقال يكون باحتساب مجموع الفصول الثلاثة إلى أن التقييم للمكتسبات في مرحلة التعليم الابتدائية سيكون إجباريا يقيم من خلاله حجم التعلومات التي اكتسبها التلميذ في 38 كفاءة محددة في المنهاج منها الفهم والأداء لتفادي التلقين السلبي وذلك عبر ملاحظات ستدون كلها في دفطر خاص وشهادة تقييمية تسلم لأولياء التلميذ تقييم غير إقصائي يعترف لكل متعلم بحجم التعلمات التي يتملكها وآخر هو تعليم تقييم مدمج لم نفصل بين فترات التعلم وفتر التقييم هذه الصيغة الجديدة لامتحان السانكيام أثارت حافظة النقبات التي انتقدت جدوى الامتحان واقترحت بدورها ضرورة مراجعة المنظومة التربوية من أجل الزهد إلى مدرسة عظمية ذات جمدها لأن هذه العبور هي تركعات ونقرع فيه احتاج كملنا هذا المنفطة والدائر المدرسية وهو مهم وتعير معناها دخول أو قدس دخول سلام والخروج المعاملات المواد الإختصاص والآخر تعويض امتحان السانكيام بامتحان آخر يعادل نفس الامتحان السابق بطرق تنظمية جديدة تهدف من خلاله الوزارة الوصية لمعرفة مكامن الخلل للارتقاء بمستوى آداء المدرسة والتلميذ اشتركوا في القناة